اشتركوا في القناة 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 بخف غبار الله سبحانه وتعالى بخف غبار الله سبحانه وتعالى يقولون المسافر سفير عن قومه المسافر سفير عن قومه فهو لسان حال قومه وهذا المسافر حينما يكون مسلما فإنما هو سفير يعبر عن الإسلام أمام الآخرين وهذه أول نفط نتواصى فيها بالحق أن نكون سفراءنا أن نكون سفراء صادقين حقاً وحقيقةً عن ديننا الإسلامي نمثل هذا الدين بأخلاقنا بسلوكنا بمعاملاتنا بعقائدنا بتفكيرنا السحيح السليم وحاكذا في كل شعورنا سفراءنا بأخلاقنا بأخلاقنا بسلوكنا سفراء محاكاً وهي أنه يكون الممارسة في كل مكان، يكون كنمتلك من تحيارات من شعارات هذا المكان، من تحياتهم، من سياراتهم، من يؤمنهم، من وانبعهم، ويكون تحيطون موضوعا في معاملهم، في مدكسهم، و، يؤمنون الذين ترسل من سنعلم ماشر من المسلمة لها ذلك ، ونها ايضاً فرصة ، ونها mوقع ، ونها ايضاً ونها قصة ، ونحن نجد التعليقات على إعطار وحصولناه 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 ايضاً ومع أمسهادر ومع المساعدة إنسان يقول الله أن يكون لا يعني ويقبهم في المعنى في المعنى في المعنى ويقبهم فالأساس الركين لدين الإسلام هو العلم وكما قلت إن المسلم ينبغي أن يكون ممثلا لإسلامه في كل أحواله في عقيدته في عباداته في معاملاته في أخلاقه وسلوكه وهذا التمثيل أن أكون أنا ناطقا بالإسلام في حركاتي وسكناتي هذا التمثيل لا يكون إلا إذا كنت مؤسسا تأسيسا علميا صحيحا فالعلم هو أول ركن يحتاجه المسلم سواء كان في برده أو كان سفيرا عن قومه في برد آخر المسلمي يتبعون أن يكون مدفعا ضدنا لإسلام وهو علموان وفكرة وفكرة أن تتعلم وفكرة لإسلام وفكرة يتقال على هذه المعلمة وهذا للنسخة لأنه لأنه للتعامل ويستطيع أن تدخل هذا المسلمي يجب أن يحصل على هذا المعلم ويجب أن يجب أن يفصل على هذا المسلم لذلك هذا المسلم الذي يحتاجون المسلمين في كلها حياة كلها قياما وقعودا يقظة ومناما سفرا وحضرا بيعا وشراء تعليما وتعليما معلما أو أجيرا رئيسا أو مرؤوسا في أحواله هذا العلم الذي يحتاج إليه المسلم هو العلم الشرعي المستمد من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال أئمة الإسلام قال أور بكر وعمر قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن سعود قال هؤلاء الذين نقلوا إلينا كتاب الله وسنة رسوله أيضا كيف فهموا هذا الدين فنحن في علمنا وتصرفاتنا نستمد من قال الله قال رسوله قال أئمة الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين لهم بإحكام هذا العلم يا أيها السادة كنت أولا كلامي نتواصل بالحق أن نكون دعاة صادقين لهذا الإسلام وثانيا أن نستمد أحوالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وكل أحوالنا نستمد من هذه المصادر الأساسية قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال السلام إما من الصحابة وإما من التابعين لهم بإحكام هذه المصادرنا في ديننا وحكامنا وتعلمنا وتعليمنا مواهور أعلمنا اشتركوا في القناة وخاولنا وعلمنا وخاولنا وخاولنا وعلمنا وعلمنا ية الشريعة الشريعة الإسلام وحكامنا وعلمنا وعلا يجب أن نستمد وحكامنا أي يجب أن نستمد يجب انه ستنطir نسبة لا يجب أن يجب وقال سلم صلى الله عليه وسلم وقال الامة c'est-à-dire c'est la référence au Qur'an c'est la référence à la sunnah du Prophet صلى الله عليه وسلم et la référence aux savants de l'islam à l'immat المسلمين on ne peut pas comprendre ce qu'il veut nous dire on ne peut pas comprendre le Qur'an et la sunnah chacun comme il veut mais selon la compréhension de l'immat المسلمين هذه الواسية الثانية الثالثة من أين نأخذ قال الله قال رسوله قال الامة من أين نأخذ وضع لنا هذا المنهد الصحيح الصليح الصليم إمام من أينة التابعين هو الإمام محمد بن سيرين رضي الله رضي الله عنه وعنهم جميعا وعنهم جميعا الإمام محمد بن سيرين يقول كلمة ذهبية وتروى عن غيره من السبب وتروى عن بعض الصحابة رضي الله عن جميعا يقول رضي الله عنه إن هذا العلم دين إن هذا العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة إن هذا العلم دين ماذا يترتب عليه قال فانظروا عمن تأخذون دينكم انظروا عمن تأخذون دينكم لا تأخذوه من أي إنسان كان من أي مقدر كان لا انظروا عمن تأخذون دينكم لا تسلموا قيادكم في دينكم إلى أحد إن لم تكونوا واثقين من علمه ودينه وتقوى نكون واثقين من علمه هو عالم وليس كل عالم يأخذ عنه إنه يأخذ عن العالم الصالح أن يكون ثقة في علمه وأن يكون ثقة في دينه وتقوى وصلاحه وسلوكه وتطبيقه وَأَمَا أَنْ يَكُونَ خَوَّالًا لا نريدو عالمًا عاملاً تنفذ اشتركوا في القناة المشاهدين ولكنية اطلاع شخص يملك كل درستة ومن مدده تدرجية وأحتشفه تتخزون على شخص يملك أشخص وقالت الليTA فسيء رامك العلم الدين الدين والتقوة فكر الله إنها أيضا لابتك و المتصدر و الله سبحانه و تعالى و التبير و المتصدر و المتصدر و مفيدة و المسارة إذا تكون لو أنت بس ذلك أستطيع أن نعلم كل الأمان و أي نعلم يعلمون أنه يرغبون النساء بحثمون في سياسة وليست إليه فقط من أشخاص أو شخص إيجادة إنه مجيني، ولكن في الحقيقة، لا يشبه أي إيتيك، ولا يشبه أي إيتيك، ولا يشبه أي إيتيك. أحداً منها تبدأ أنها تأخذ من الكتاب والسلات، ولكن من يصدق في دعوة إنما الذي يكون في سروقه، في فكره، في عقيداته، في تقديقه، في عبادة، حقاً وصدقاً على منهج السلاف، هذا هو الذي يصدق في دعوة. ولذلك قال الإمام بن سيرين هذه الكلمة يحذر أصحابه ومن بعدهم إلى جيلنا نحن، يحذر الأمة كلهم أن يأخذوا هذا الدين عماً لا يثقون بعلمه ودينه وعمله وتطبيقه. كما أننا الآن نعاني من هذه المشكلة فرق وأهواء وطوائف متعددة متشتدة حتى كأن كل واحد مننا يظن من نفسه أنها أمة وحده. هذا المعنى، هذا الإشار كان موجود في تلك الطبقة، ولذلك ابن سيرين رضي الله عنه وجزاه الله خير يحذرنا ويحذر الأمة كلها، تنظروا، تنظروا عما تأخذون دينك. هذا الدين عزيز، غالي، دين الله، صلتك بالله عز وجل، مصيرك في آخرتك مترتبة على ذلك، أحوالك في دنياك وآخرتك متوقفة صلاحها ونجاحها على دينك. فدينك إذن مهمون جدا في حياتي يجب أن تنظر حقاً نظر وطوائف حقاً تفكر حقاً تفكير عما تأخذون هذا الدين. أما عن كل مجدعي للعلم والدين والإجتهاد بأبدأ. كيف تدرجه؟ أعرف أنه من البحر يدرج أتطاع التساقتي، كلها حقاً تقتل حقاً تكلمين في دينك. وخصوص لنقصر ونقصر لأنه جميل وقال بأنهم جميلون وقال بأنهم ادتبعوا لأنهم ونفتركون من الأمر محمد بن سيرين نرد الله عنه وعن الله عنه وعن المسلمين خيرا كلها من هذه الرأسيات التي تثيرها من أديهم ، ويقومون بعمل تاستمر لكم هذه التحركات التي يسمع في هذا كل رuch ، إنه يوجد نفسه رجال ، لا يقبل ذلك ، ضررن ، لكن أنه أن حديث في الدراس حسن الله كتشر وأن يجب أن تتخلق أليس بس أساسة أو ا聴ت أو رائع إلى كل شيء يمكن لكن يجب أن تفعر وضع هذه المشكلة التي حق سريع محف يجب أن يجب أنزع يجب أن يجب أن يجب أن تريد ونكفي هذه الحياة بما يجب أن نفسنا للعبد الأسigة والجمع لأن الشرع مرورة إلى إستمتعية والمعاشر ولليو كان يوم نفسها نفسك في الوقت محمد بن سيري رفي الله عنه هذا يوجد کہه الكثير لديك الكثير other جرانية الكثير التي تنسيب تنسيب أجل المسلمات يجب أننا على صحيح كأنني ونرى ان ليس مفيدة والسلام وهناك المناعة دائماً تساءل صالح النسيح المناعة صادقية الناعة الذين الذين تحصل علىها تتعزتاح لعمل وقت اوليمةد في إلهية من الدارة المترجم ، من الدارة من الإكلام، من المعرفة، من المحتاج الوطن من البديو سريعة وليس جواناً وانهم سابقاء شكراً أيها السهلة هذه المقطة عما نأخذ علمنا وديننا مهمة جدا عندي وأنا عيش هنا في هذه البلاد أو البلاد العربية بشكل عام أعاني منها كثيرا كما قلت قبل قليل كل واحد مننا يظن نفسه أمة وحدة نكون مثلا يكون جماعة زملاء أقارب في أمسيا في سهراء في مدرب يتحادثون يتذاكرون فتذكر مسألة دينية هذا الإنسان مختص احتصاصا عاليا جدا في طبية لكنه جاهلا في دينه هذا مختص اختصاص عالي جدا في العندسة لكنه جاهلا في دينه لكن لا يعترف على نفسه بالجهل يرى نفسه أنه أهل الاجتهاد فيقول أنا رأيي كذا التاني يقول لا أنا رأيي كذا وهكذا كل واحد يدلي بدلوه ويظهر رأيه في دين الله وهو جاهل أجهل منه يوم وردة أمه فكل واحد يتقدم ويفتل في دين الله وهو لا يأتي شيئا هذا لا يدوذ ولا يدوذ للآخرين أن يأخذوا باجتهاد هذا اجتهاد هذا لا انظروا عما تأخذون الدين أحب أن أركض على هذا الأمر لأننا نعاني منه كثيرا في بلادنا ولا أدري ما هو الواقع في بلدكم إنما أحكي واقع بلدي أو هذه المنطقة العربية نسكوا من هذا الواقع المريض ولذلك أحب أن أركض على هذا الأمر في حديثي مع حضراتكم انظروا عما تأخذون دينك هذا المهم وأنني نقل من خلافين وأنني أشهر مرحب breath وأننا نشاهد من أحده وأننا نتحدث في النحن وأننا نتحدث نacion gracias من خافر سنعرف ثم إنه قد إنه Lalitير مجانع قج TC طبع قليل مجانع سنعفق نعرف انه قليل اوه اوه الى اقتنا مجانع مكما اوه إرو اوه 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 لا يستطيع أن نفسك أول، إنهم يمكن فتإصاله نفسك إليه الله وإنهم محفظة. وما بالضاقر بأن أطفق قد يكون جدًا مستقبع في العمل، ولكن هذا لا يريد أنه بأنه في اللوانة المريضة. إذا هو فوق جبري بالفعل أن أريد أن يتكون بالتجويد قد يتكون على هذه المساطين في يمكن أن يكون لدينا العديد من الطائق الذين يمكنهم أن يكون لدينا إجراء تتوفق على هذه المؤسسة ولا يمكنكم أن يتكون لدينا إجراء تتوفق عليك فهمة وحيدة تتفاقي أن تتفادي هذه السؤالية تتكون مزيدًا إلى الشرق يقولون كأنها كثيرًا لديه الكثيرًا بعض الأشياء ومشكلة النشاء ومشكلًا يشعر في سوء المطار وكما هو ليسه وليسه وليسه يشيرك في محمول محمول يقولون أنه لا يمعنا نفسه من المعرفة لكنه يقولون ما يعرفه من هذا العالم ويقولونه يقولون أنه لا يمكنكم تقلل لو أنكم لا يمكنكم هذا المفاوضة اشتركوا في القناة هل هي معرفة؟ ايضا هنا يا ايها السادة يتداولون رسائل الجوالات جدا 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 وكل واحد يظن ان هذه الرسالة التي جاءته تحفة من تحف الدين والاسلام ومن حرارة الايمان في قلبه وهو مشكور على هذا انه يريد ان يتحف زمراءه الاخرين بها ويرسلها اليهم ولكنه لا يفكر بعقله عاطفة دينية يشكل عليها لكنه لا يفكر بعقله الايماني ان عقله المتدين ان هل كلام هذا صحيح؟ هل يليق ان ارسله؟ هل انطح به الاخرين؟ ما قول اهل العلم والدين والفهم فيه؟ هذا ايضا امر خطير جدا يتداوله الناس في هذه البلاد رجالا ونسانا ولو قلت لكم انه ما من يومه الا ويأتي لصاحب الجوال رسائتين وثلاثة وخمسة في اليوم الواحد ما كنوا مبالغا رسائل كثيرة تأتي لصاحب الجوال من هذا القبيل احاديث قصة فتاوى مواعظ عقائد فيريد ان يتحف غيره بها وهذا لا جوز الا اذا عرف المصدر واطمأن اليه انظروا عمن تأخذ دينكم وأنا أظن يا أيها السادة أنكم ستتذكرون مني هذه الكلمة في أيامكم المقبلة كثيرا تقولون قال محمد بن سيرين رضي الله عنه إن هذا العلم دين انظروا عمن تأخذ دينكم كثيرا ايضا دعا نعم سيطور أين أنه يتحدث ولقد أنه يتحدث على الصحيح يوجدر الميضات البلدية على المبعات التي تتكير في الواقع التواصلات على الممكن في ترجمة البلدية بتقول من جمع ، يصبح شيء من صبر نتحل و أنها من ذلك ، لمساعات سمكيسة من هدفة ، سمجعات جدا ، و أيضا ، لكن ، سمكيسة ، الأن ، وعهدل يسعر و قرائع سمكيسة ، نظام مستمع أولا يبقى أن ينظام الانتظار في العام بسيطة وتقديم البيعاتية وطعوم بأن أخذ بجالية كما نساء يجب أن يحفف doen احفلت زاد الخالف وحفة لكم أنها أشخاص وهو يحفل الأخدام من إطلاقه النساء إطلاقه هو أعني الذي يحفل الذي يحفل مما قديم يحفرف يفارس العائج أن تقديم أكثر كباشا لدخول تشريب الضبيب قريب وسيوه ومامت من الفجر كالك الممر يحفر ومن يحد evaluations أنه لم يحفر في signائك العديد. سيادوizing Game Over يحفر ومن بين التعالي التي فتالشي ومن يحفر في التعالي أي午 ومن تعلومًا هذا التكرار ومن يجلب ويساعد لتعرف برقب بشكل ويساعد لتعرف على هذه المؤسسة ويساعد لتعرف بشكل مستقر أخيرا قدس الأسائد ما هي علامة هذا الرجل الذي نجد عنه العلم والدين وتقول إنه مرسوح بالعلم والدين أقول في الجواب أما أنه ثقة بعلمه فهذا من يشهد له معاصروه من شيوخه وأقرانه وأهل زمانه وبلده يشهدون له به العالم الموثوق بعلمه هو من شهد له بذلك شيوخه وأقرانه وأهل بلده بالعلن والتحصيل وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه ما أفتيت حتى شهده لي بذلك سبعون شيخه سبعون شيخ من مشايخه شهدوا له بالأهلية وأداذوه بالفتية فحينئذ أفتع في دين الله ما يشهد له ألقابه العلمية لا يشهد له شيوخه أهل العلم والخبرة والمعرفة الذي أعرفه في بلادنا أن الطالب يدرس المحامات الحكومة يدرس ويتخرج لا يسمح له أن يفتح مكتب محامات إلا بعد أن يتدرب تحت يد محامة عريض أصير قدير في مكتبه وينزل معه إلى المحاكم ويترافع في الدعاوة أمام القضاء لفترة زمنية محامة ثم حينئذ يفتح مكتب محامات الطبيب الجراح لا يسمح له أن يفتح عياده للطب الجراحي إلا أن يتدرب تحت يد طبيب جراحي ممارس منتهم وهكذا فالعلم الشرعي ما دلنا عرفنا أن له مهم أهمية العظمى عليها مدار حياته وآخرة إذن هو أهم من هذا لا يجب له أن يفتح في دين الله إلا أن يشاد له أهل العلم والاختصاص أما من نفسه أن يتطاول على دين الله فهذا لا يجب له أبدا ترجمة نونسيا أمام القضاء السيقل والسيقل الثنين 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 الذي يصدع كيف إذن أن يكون بهذا الشرعي ينقضي لدينا شيره لطفل على الممكن أن نعرف ممكن أن نعرفه إذا كان أعلم ون ومن نعرفه يقول شيره هو في أعطى من أعطى من سيشيوره سيشيوره في المتارة من العلمين سيشيوره 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 Ceux qui ont fait pareil que lui, sont dans son niveau de science, qui vont aussi témoigner. Et, troisième élément, c'est Ehlou Beled, parce qu'ils le connaissent, c'est-à-dire ceux qui vivent avec lui. C'est la reconnaissance publique de cette personnalité qu'elle est vraiment compétente en la matière. لذلك الشيخ يضعنا هذه الأشياء الشيخ ، القرآن والأهل والبالد يضعنا الأشياء يضعنا الأشياء المالك رضي الله عنه ورده يقول لم أفتحت شهيدة لي بالعلمي سابرون الشيخة لم أعدني أن أفتحت أساسي المطفق الجديدة التي أشهدت لم أساسي سابرون الشيخ يجب أن أضعوا أعرف ومجتمع على أن يدعوا أن أستاذ لذلك في الاستمرار سابر على أن يكون مفتي Non, ce n'est pas le témoignage, l'attestation des shouyouk, des akrams et du ahl al-banit. Et en ce sens, il ne suffit pas d'avoir des titres, des diplômes pour se prétendre être à ce niveau-là. Certains, il peut avoir des diplômes, mais il n'a pas vraiment eu cette attestation, c'est-à-dire qu'il n'a pas été vérifié, accompagné par ses maîtres, ses pères du savoir. Donc son savoir, il n'est pas sûr. Et il nous donne l'exemple des avocats. Il dit, toujours dans son humilité, il nous donne cet exemple, l'al-Muhami, l'avocat, qui ne peut exercer son métier sans passer par un bureau, quelqu'un qui est expert, qui le chapeaute avant qu'il entre dans l'exercice pratique de la profession. Cette règle est importante pour éviter les dérives, éviter le manque d'expérience, qu'il y ait des conséquences négatives et nuisibles sur, bien sûr, les intéressés qui sont le public. C'est necesité de l'exem rivals. الذي نأخذ العلم والدين منه هذا حاله علميا أما حاله عمليا من حيث التقوى والصلاح فهذا عنوانه أن يكون هذا الرد وقافا عند كتاب الله وسولة رسوله صلى الله عليه وسلم وقافا عند ذلك عند حدود الشريعة متمسكا بها وهذا باب طويل وعريض لا ينتهي الحديث عنه لكن لا بد من مثال ولو مثال واحد أمره المثال الذي سأذكره معروف عندكم جميعا بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حروب الردة وفي يوم من أيامها استشهد سبعون صحابيا من حفاظ كتاب الله رضي الله عنه فلفت هذا الأمر نظر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل الذي كان كما وصفه سيدنا رسول الله صلى الله وسلم لأنه محدد ملهم ينظر بنور الله لا فتنظره هذا الأمر سبعون صحابي اليوم توفهم حفاظ كتاب الله الأيام نسعة ما ندري ما فيها الحفظ إذا ماتوا من يقوم بحفظه وتحفيظ كتاب الله إذا انقرضوا يضيعوا كتاب الله عز وجل فاهتم بهذا الأمر وجاء إلى سيدنا الصديق رضي الله عنه وهو الخليفة وشرح له هذا الأمر وأنه ينبغ أن نتدار بأن نجمع القرآن العظيم في صحف أسأل سؤال من المقترح عمر من عمر الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزيراء في الأرض أبوكر عمر في السماء جبيل مكاين وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلتكم إن النبي عليه وسلم مشاهد له بأنه محدد منهم طيب من المقترح عليه الخليفة أبوكر السلطي الأمر ليس خاضعا لرغبة أبوكر وعمر لا الأمر خاضع لهج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما زال عمر بأبو بكر يشرح له المهمة والحادة المرحة ويلتمث له الأدلة من هنا وهنا حتى شرح الله صدر أبو بكر للذي شرح له صدر عمر فوفق على الفكرة من يكون بهذه المهمة اقترح أبو بكر لهذه المهمة زيد بن ثابت رضي الله عنه فاستدعاه الخليفة فجال وجلس أمام الخليفة والوزير الأول له عمر عرض عليه الأمر أبو بكر الخليفة قالوا الأمر كذا كذا ومهمتك أن تقوم بهذا الجمع انتهي ما قال زيد لأبو بكر أمرك يا سيدي ما قال أمرك يا سيدي أمرك حاضر كما تحب لا 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 ولا قال عمرك قالك لهما كيف تفعلاني شيئا ما فعله رسول الله فالمقياس والحكم والعدل على رؤوس الناس كلهم هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال أبو بكر يشرح له المهمة ويقرد له الدليل من هنا وهنا حتى شرح الله صدر زيد للذي شرح الله صدر أبو بكر وعمر وقام بن عمر يا أيها السادة هذا مثال أو شاهد أو دليل في شرع لا دليل لكل مسألة في حياة المسلمين جميعا هذه القصة هذا الحديث هذا الخبر دليل يرجع إليه كل مسلم في كل موقف كم نتوقع من حاجة للمسلمين شرعية في دينهم ومعاملاتهم في عقائدهم في فكرهم في اقتصادهم في كم عشرات الآلاف هذا الخبر هذا الموقف من أبي أصدر ومن زيد هو دليل وحكم على رؤوس الناس جميعا في عشرات الآلاف من المسائل ورحادي يجب أن نحفظ هذا الدرس كاملا ونرجع إليه كل كلمة نتوقع اشخاص تتخوى كما تفعله و تفعله و تفعله ستبعه على وجهه تعالى معنى معنى هذه المساعدة و هذه المساعدة ناسية يقولون أن هذا تحتاج لك ولكنه سيقولون أنه سيكون في جانبات ومن تتلعيق يقولون أنه سيكون يقولون أنه يجب أن يحصل أكثر من حدود عندما أمر أيضا أنه سيكون أساسي لا يستمر لن تتلعيق ce qu'Allah سبحانه وتعالى a posé comme limites qui doivent être respectées c'est à dire lorsqu'on lui dit qu'il est convaincu que c'est d'Allah سبحانه وتعالى de son message il doit s'arrêter il ne doit pas faire avancer ses logiques à lui ses prétentions à lui c'est quelqu'un qui craint Allah et Shire il dit je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de comprendre cette qualité importante ou cette condition importante il nous dit que tout le monde connait cet exemple mais je vais vous éclairer sur ce qui nous sert d'argument par rapport à cette règle après la mort de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il y a eu des des apostas des tribus qui ont reni l'islam et Abu Bakr bin Sadiq radiyallahu alayhi wa sallam le calife a donc mené toute une guerre contre c'est pour pour restabiliser la communauté et dans cette guerre là il y a eu 70 sabrini minal qura c'est à dire les savants de coran ce qui maîtrisait le coran ont été tués et cet événement a fait réfléchir le Omar ibn al-Khattab radiyallahu alayhi wa sallam Omar ibn al-Khattab il a vu un grand danger sur la communauté que le coran va être égaré perdu puisque les grands savants de coran vont mourir comment va-t-on transmettre ce message et donc il est parti voir Abu Bakr Nisdiq radiyallahu alayhi wa sallam et lui exposer le problème et l'avertir sur cette réalité dangereuse et n'oubliez pas que Omar ibn al-Khattab radiyallahu alayhi wa sallam minal muhaddatim il faisait partie de ces muhaddatum c'est à dire ceux qui sont inspirés par Allah subhanahu wa ta'ala et donc son comportement sa compréhension ne vient pas sans cette inspiration divine qu'avait Omar radiyallahu alayhi wa sallam et il est le oisir deuxième oisir c'est à dire le vizir le ministre du prophète salallahu alayhi wa sallam comme Abu Bakr et son premier ministre et il disait sur terre sur terre mes deux oisirs mes deux sont Abu Bakr et Omar et dans le ciel c'est l'ange Gabriel Djibril et Mikael donc ils avaient une importance dans une place particulière dans la communauté musulmane et Abu Bakr al-Sadiq radiyallahu alayhi wa sallam il ne dit pas ok d'accord c'est bon on va faire ce que tu suggères d'essayer d'écrire et de regrouper les sohuf c'est à dire les feuillets de le coran dans un seul il ne lui dit pas ça ok d'accord il lui dit comment peut-on faire quelque chose que même le prophète salallahu alayhi wa sallam n'a pas fait donc c'est la guidance du prophète salallahu alayhi wa sallam par ses enseignements qui dicte le comportement et l'attitude à avoir ce n'est pas nos propres interprétations ce n'est pas notre propre logique on peut penser quelque chose qu'elle ait un intérêt mais peut-être qu'elle n'est pas parce qu'elle s'oppose à l'enseignement du prophète salallahu alayhi wa sallam donc c'est le hadith de l'asoul l'enseignement et la guidance du prophète qui décide et Omar a continué à insister en lui expliquant en lui montrant tout pour qu'il soit convaincu que cela va dans le sens que veut le prophète salallahu alayhi wa sallam et lorsqu'il l'a convaincu il a donné son accord donc le calife donc il a respecté l'autorité donne son et puis qui est cette personne qui va être qualifiée de porter cette mission et là il suggère un grand compagnon qui était à l'époque du prophète salallahu alayhi wa sallam indescript du coran c'est Zayd radiyallahu alayhi wa sallam c'est la même chose il n'a pas dit ok c'est le calife le calife l'autorité c'est le ministre un loisir non il a dit comment peut-on faire quelque chose que le prophète salallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné ou n'a pas fait donc c'est la guidance toujours c'est la même réaction qu'a eu Abu Bakr il s'addiq radiyallahu alayhi wa sallam et donc et là ils lui ont expliqué ils ont argumenté donc ce n'est pas il n'a pas enlevé sa raison et il suit avec le monde non c'est il faut le convaincre tout d'abord que c'est conforme au hadith donc Zayed a eu la même réaction que Abu Bakr c'est de demander hadith quand ils lui ont exposé ils l'ont convaincu il s'est mis à cette grande position Cheikh revient sur que nous faire remarquer que ces positions résument bien qu'il n'osait pas faire un pas en avant sans qu'il soit sûr que c'est conforme à al-shara un hadith Rasulillah il s'arrête jusqu'à qu'il soit sûr et certain qu'il s'arrête il s'arrête عن العلم وشلء من منهج تحصيله وتلقيه والعمل به وأختم بهذه الدعاء الكريمين فيهما سؤال الله عز وجل العلم النافع العلم الذي نأخذه من رجل عالم موثوح بعلمه ودينه وصلاحه هذا هو الذي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميه العلم النافع حينما نتلقى العلم من عالم متأهد يستفيد منه ويظهر ذلك واضحا في سلوكنا فنكون قد انتفعنا بهذا العلم الدعاء الأول كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به بعد صلاة الفجر من كل يوم هناك شيء يسميه العلماء العية الصباح والمساء فمن أدعية الصباح كان عليه الصلاة والصلاة يدعو بها هذا صلاة الفجر هذا الدعاء الجامع لثلاث جمل اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا يعني حلالا وعملا متقبلا هذا الدعاء يحتاجه كل مسلم كل يوم إن كنت طالب علم يتسأل الله علما نافعا وإن كنت طالب كسب ورزقا طيبا إن يكون رزقك حلالا ثم أنت في خلال 24 ساعة لا تخلو من القيام بواجبات اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ليس قبل ورزقا طيبا أغاا ورزقا طيبا والذى يظهر في الواقع وانتعرفة دعوات المدخورة السهر و سابق و المساء وصفه في الصور وصفه ونعرفة دعوات Le premier, il dit أَلَّهُمَّا إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا Oh Allah, je te demande de m'offrir une science utile et un rizq, donc une substance bonne et sainte, ce qui veut dire حَلَل et عَمَلًا مُتَقَبَّلًا une œuvre acceptée ces trois demandes qui sont dans cette invocation, ce doua se répètent au quotidien on ne peut pas ne pas avoir besoin de ces trois ou bien tu es un demandeur de savoir ou bien tu es un demandeur de substance ou bien tu es un demandeur d'agrément c'est que tu fasses tes cinq prières donc tu as besoin que ces cinq prières soient acceptées par Allah et donc l'ilm qu'on demande à Allah qui soit utile à faire c'est qu'il soit procuré, appris de ceux qui vraiment le portent comme il les a expliqués c'est-à-dire quand on a cette science avec ces conditions-là elle va nous éclairer elle va nous conduire à la satisfaction d'Allah et donc ça va nous être utile dans ce bas monde et dans l'au-delà il est-il-delà il est-il-delà il est-il-delà il est-il-delà les auteurs le temps لك سجد سوادي وبك آمن فؤالي اللهم ارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني اللهم لك سجد سوادي وبك آمن فؤالي هذه مقدمة للدعاء المطلوب من الله عز وجل يتقرب إلى الله بسجوده وإمامه ليستجب له الله تعالى بعد ذلك الدعاء اللهم ارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني فالمطلوب يا أيها السادة من العلم أن تقرب إلى الله تعالى تقرب إلى الله تعالى أن نتقرب إلى الله أن يزيدنا علمنا تقربا إلى الله تعالى ليس المقصود من العلم لا مؤاخذة لختفة اللساء الكلام الكثير المحادرات المؤتمرات المؤلفات التحقق لا 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 المقصود الأول من العلم العمل به لنزدادة لضع من الله عز وجل اللهم ارزقني علما ينفعني وعملا ينفعني اللهم امين اللهم ارزقني علما ينفعني اللهم ارزقني علما ينفعني الكلام وَبِكَ آمَنَا فُوَاد 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 c'est le cœur donc mon tout c'est prosterné à toi mon cœur croit en toi donc c'est une avance c'est une prémisse avant de faire sa demande à الله سبحانه وَتَعَالَى ça relève de ce وَدَبْ et cette politesse avec الله سبحانه وَتَعَالَى et puis il avance la demande il dit اللهم ارزقني علما ينفعني Oh Seigneur Allah offre-moi donne-moi une science qui me sera utile وَعَمَلًا يَرْفَعُني et une œuvre qui va m'élever et donc on voit que dans cette doa la place encore de ce savoir utile qu'on a besoin de ce savoir utile et que ce n'est cela j'ai attiré sur un l'attention sur un point très important et subtil c'est que dans cette expression de يَنْ فَعُونِ il y a que ce n'est pas la priorité d'écrire des ouvrages ou de prendre des titres ou de donner des conférences mouhabarat ou beaucoup parler ou se dire que je suis celui qui connaît le plus non ce n'est pas ça la priorité du savoir ce n'est pas ça ce qu'on cherche par le savoir on cherche tout d'abord de se rapprocher qu'il soit utile dans notre relation avec qu'on gagne notre salut ce n'est pas ça 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 il conclut par deux conseils la première c'est vous êtes là à cet endroit béni et il faut en profiter au maximum et il me rapporte d'un grand savant juriste malikite il a écrit un livre qui s'appelle El Medran et dans ce livre-là il dit que celui qui vient à l'affaire d'une humra ou un hajj il doit passer le maximum de son temps dans le haram il n'a pas c'est-à-dire lorsqu'il fait des visites il faut que ce soit des visites courtes même s'il va à Sayyidina Hamza ou Al-Baqir ou autre il ne faut pas que ça prend beaucoup de temps il faut que son maximum de temps soit dans le haram pour faire le zikr ou les invocations salat à la Sayyidina et tout ça donc il faut en profiter au maximum il n'a pas à perdre son temps à faire du shopping et à des choses comme ça il faut qu'il soit très très averti dans l'exploitation de son de sa présence ici peut-être qu'il ne reviendra pas deuxième conseil il dit que soyez sûr et certain que vous avez une doua acceptée donc ce doua il faut aussi penser à vos frères et sœurs en islam ceux qui souffrent dans d'autres plusieurs endroits dans le monde on n'est pas coupé de nos frères de nos sœurs de notre communauté donc tous les musulmans sont comme une seule main il faut comme un seul corps comme il dit donc on doit sentir ce qu'ils vivent et faire ses doa aux musulmans mais c'est le conseil de notre chique qu'Allah nous fasse bénéficier de son savoir de sa chagesse et de ses sciences et qu'il ne nous prive pas de la rencontre de nos ulama Inshallah il s'agit dans le sœur Inshallah ومرافقة نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في على الجنة جنة أكبر اللهم إنا نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسلك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ونسلك اللهم علما لافعا ولبقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ورفعا لكل بلاء وعافية من كل سنة مفره الفتن والآخرة يا رحمة الرحيم لنا والأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسلك اللهم لكل خير أحاطبه عنك في الدنيا والآخرة لنا والأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعود لك من كل شر أحاطبه عنك في الدنيا والآخرة لنا والأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ودعنا أخواننا هؤلاء خيرا وتقبل منا ومنهم وحسن إلينا وإليهم وردهم إلا بلادهم سالمين غالمين وعافة إلا دينك هدات المستقين نافعين ومتفعين برحمتك يا أحب الرحيمين وصلى الله وصلى مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إدنعين والحمد لله رب العالمين بارك الله برحمة الله برحمة الله